بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس متعلق بالوحدة الثالثة وهي في الفرقى وما يتعلق بها من أحكام شرعية وتحديدا معنا بإذن الله تعالى الخلع نقف إياكم مع هذه القضية المهمة ونبين ما يتعلق بها من محاور ومسائل ولكن قبل الدخول في صلب مسائل هذا الدرس يحسن بنا أن نقف على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي أيها الطلاب والطالبات إذن على بركة الله جل وعلا عندنا الوحدة الثالثة الفرقة الزوجية وما يتعلق بها وبعض الحقوق الأسرية وموضوع الدرس تحديدا هو الدرس الخامس وهو ما يسمى بالخلع نأتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات لاستعراض دروسي الوحدة فيها درس الطلاق ودرس الخلع الذي معنا وكذلك العدة والنفقات والرضاع نأتي للوقوف على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي مع الوقوف على هذين الهدفين المهمين المتعلقين بهذا الدرس عندنا الهدف الأول الذي نسمو جميعا إلى تحقيقه من خلال درسنا أن يبين الطالب معنى الخلع قبل أن ندخل بتفاصيل هذه المسألة الشرعية لا بد أن يعرف معنى الخلع حتى يبني عليه الأحكام التي تتعلق به أيضا من الأهداف في هذا الدرس أن يفرق الطالب والطالبة بين الطلاق والخلع ثمت فروق بين الطلاق وبين الخلع وإن كان كل منهما يسمى فرقة لكن هناك فروقات بينهما يقف الطالب والطالبة بإذن الله تعالى على هذه الفروق في درسنا بإذن الله تعالى إذن هذان أبرز الأهداف المرسومة لهذا الدرس ندخل وإياكم لصلب الدرس لنقف على مسائله بإذن الله تعالى هنا تتعثر الحياة أيها الطلاب أو تتعثر حياة المرأة مع زوجها لأي سبب من أسباب وهذا أمر يقع في دنيا الناس وترى المرأة أن حياتها مع زوجها لا تطاق وترغب فراقه ولكن الزوج يأبى ولا يوافقها على ذلك فما الحلة في ذلك؟ ما الحل؟ هل تبقى أسيرة لزوجها مع أنها لا ترغب البقاء معه قد جعل الله لذلك فرجا ومخرجا وجعل له حلا مشروعا وكذلك حلا عادلا يضمن ويكفل للمرأة حقها وكذلك لا يضر بالزوج نقرأ الآيات التي أمامنا ونتأمل في سياقها قال الله عز وجل فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في مثلت به هنا الحديث الذي معنا أيضا يوضح الآية الكريمة حتى بإذن الله تعالى نستنتج من الآية والحديث ما يتعلق بهذه الفرقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة ثابت ابن قيس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت رسول الله إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكني لا أطيقه يعني ليس فيه عيب في دينه ولا عيب في خلقه ولكنها تكرى البقاء معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته لأنه أعطاها الحديقة مهرا لزواجه منها فقالت نعم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها فهذه الآية والحديث هما أصل في مسروعية الخلق بعد هذا نأتي وإياكم أيها الطلاب للحل الشرعي لهذه القضية هو الخلع هذا ما يسمى شرعا بالخلع للزوجة أن تخلع زوجها لأي سبب من الأسباب لكراهيتها له ونحو ذلك فالله جل وعلا قد جعل هذا حلا شرعيا ومخرجا لهذه الحالة التي وقعت للزوجة نأتي هنا لهذا الخلع الذي توصلت إليه من خلال الأدلة السابقة يسمى بالخلع كما عرفتم ويمكن أيضا تعريف الخلع بالعبارات الآتي يعني يعبر ببالخلع أو يعبر بالتعريف أدق وأوضح حل عقد الزوجية بمقابل تدفعه الزوجة أو وليها حل لأن الحل عكس الربط فعقد الزوجية ربط فالمرأة لها أن تحل هذا العقد حل عقد الزوجية لكن هناك مقابل والمقابل تدفعه المرأة للزوج مقابل أن يفارقها هذا ما يتعلق بالتعريف للخلع نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات لهذا النشاط الذي من خلاله بإذن الله تعالى يقوى عندنا الفهم والاستيعاب لهذا الدرس هنا قارن بين الطلاق والخلع بذكر أوجه الشبه والاختلاف بينهما عندنا الطلاق وعندنا الخلع ونذكر بإذن الله تعالى أوجه الشبه وأوجه الاختلاف أكونوا معي في الوقوف على هذه الأوجه نبدأ هنا الطلاق العدة وإنهاء عقد الزوجية وكذلك الفرقة بين الزوجين نأتي إلى أوجه الاختلاف له الطلاق له كم؟ له ثلاث طلقات للزوج ثلاث طلقات يطلق مرتين والثالثة تكون منه بائنة نأتي إلى الأمر الثاني حل العقد من الزوج يعني أن الأمر في الطلاق من قبل الزوج هو الذي يطلق هو الذي يطلق نأتي أيضا إلى وجه آخر بدون عواض يعني الزوج يطلق امرأته من دون أن يأخذ مقابلا ماديا منها نأتي في الخلع هنا ليس له حد معين هنا الفرقة بين الزوجين في الأوجه الشبه لكن هنا ليس له حد معين ثم أيضا حل العقد يكون من قبل المرأة في خلاف الطلاق يكون من قبل الرجل ثم أيضا في الخلع عوض تبذله الزوجة لزوجها وأما الطلاق فليس فيه عوض يبذله الزوج أو الزوجة إذن هذه مواطن الشباه والاتفاق بين الخلع والطلاق وكذلك أوجه الاختلاف بينهما حتى يكون الواحد منكم على بصرة وعلى دراية وعلى فهم لهذه المسائل وحتى يفرق بين الطلاق وبين الخلع وإن كان كل منهما يسمى فرقة لكنها تختلف كما بينا بحمد الله تعالى أوجه الشبه والاتفاق وكذلك أوجه الاختلاف بينهما بعد هذا آتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات للوقوف على مسائل مهمة متعلقة بالفرقة الزوجية وقد وقفتم على شيء من المسائل المتعلقة بالخلع وأن الخلعة فيه إعطاء للمرأة حقها من الفرقة وأن الشريعة الإسلامية إنما جاءت أن تكفل حقوق الزوج والزوجة على حد سواء وإن كان الأمر والعصمة في الفرقة للزوج أصلا إلا أن الشريعة أيضا جاءت بإعطاء الزوجة حقها وحظها في هذا إذا ساءت العشرة وساء خلق الزوج أو كان فيه عيبا من العيوب التي لا يمكن للزوجة أن تبقى مع زوجها فيه فإنها بحمد الله تعالى قد جعل الله لها هذا المخرج الشرعي وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أيضا ينبغي للزوج والزوجة أن يتقي الله جل وعلا في استعمال هذه الحقوق التي شرعها الله تعالى وأن يأتي كل من الزوجين هذا الأمر من بابه الشرعي بمعنى أن الطلاق أو الخلع سواء كان طلاقا من قبل الزوج أو كان خلعا من المرأة فيكون الزوج والزوجة يتروى كل واحد منهما ولا يستعجل في هذه الفرقة خاصة إذا كان بينهما أولاد مراعاة لهؤلاء الأولاد أن يعيشوا في كنف أبويهما في حياة كريمة هانية لكن إذا ساءت الأمور واستفحل الأمر ولم يكن بد من فرقة فإن الزوج والزوجة على كل منهما أن يتقي الله جل وعلا في أن يأتي بهذه الفرقة على الوجه الشرعي الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ويطلق الزوج طلاقا سنيا وكذلك المرأة تختلع من زوجها وبعد حصول الفرقة سواء كانت طلاقا أو خلعا لا تسوء العشرة أو يكون هناك شيء من تشفي من الزوجة في زوجها أو نشر الأسرار التي بينهما فإن ذلك مما حرمته الشريعة فإنه عليه أن يستر ما واجه من امرأته وكذلك المرأة تستر ما كان من زوجها فأصبحت أجنبية عنه وكذلك هو أصبح أجنبيا عنها فكل منهما يستر عن الآخر ما وقع منه من أمور وأصبح هذا في طي الماضي ويستقبل كل من الزوجين حياة كريمة بإذن الله تعالى وقد قال الله جل وعلا في بيان سعته جل وعلا للزوجين قال وإن يتفرق يغني الله كل من سعته أي يغني الزوج وكذلك يغني الزوجة وكان الله واسعا حكيما فالله جل وعلا واسع وحكيم شرع الأحكام لحكم بالغة سامية وأسرار ينبغي للعباد أن يتأملوها وأن يأتوا بهذه الأمور من أبوابها التي شرعها الله سبحانه وتعالى أشكر لكم أيها الطلاب والطالبات طيبة المشاهدة وعسنة المتابعة ألقاكم على خير بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته